طبعاً عايز أقول لكم المشهد النهاردة يعني في الاحتفال كنتوا حتلاقوا السيدات وأمهات الشهداء والأرامل والأطفال إذا كان المشهد اتشاح بالسواد لكن صدقوني ده سواد الملبس لكن هم كمية الطاقة الإيجابية الموجودة كمية الرضا، كمية العرفان، كمية السبات يعني بجد حاجة تخليك أنت لو عندك أي مشاكل تحس إنها صغيرة قوي قدام الناس العظيمة لوقفة دي وتلاقي الأم والجد والأب الكبير والأرمالة اللي عندها طفلتين صغيرين والأم اللي كان هذا الشهيد هو اللي المعيل بالنسبة لها كمان يعني خلينا برضو نأكد أنه سيد الرئيس هنا بيبقى الحقيقة أب وقائد وعايز يطبطب على الأبناء وعلى الأمهات وعايز يساند بقلبه ويساند من خلال دولته اليوم ده بيبقى صادق جميل حقيقي لأنه اللي راحوا أولاد أولاد مصر واللي قدموا العرفان ده أولاد مصر اللي هم عارفين مصر تمنها غالي وبقاءها حرة أبية كمان عظيم كان فيه مشهد لطيف في بطل شايفين الصورة دي شايفين الحقيقة ما ببقاش يعني يعني على قد ما بيروح شهيد بس الشهيد بينجب كمان أبطال يعني الولاد لابسين الأطفال لابسين الملابس العسكرية البنت والولد وجايين يقولوا إحنا مكملين يعني لا في خوف ولا في لا خلاص أبونا راح يبقى لا 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 كلام ده مش موجود ودايما بتلاقي الأب والأم اللي ابنهم راح جايين بعزة وكرامة وبقوة وكأن الشهيد اداهم القوة والمنظر الحقيقة بديع الولد والبنت الدول لما يكبروا وتفضل صورة سيد الرئيس موجودة معاهم حيفضلوا حاسين أن هم مرفوع الرأس بجد مرفوع الرأس لأنه بلدهم قدرت إن هي تكون السند وتكون هي كمان الدعم كان فيه النهاردة مشهد لطيف كده في بطل الحكاية والمشهد ليه أحد الشهداء وهو ماسك بنت يعني من البدو بيوصلها لحد بيتها من المدرسة والبنت اسمها حرة فالمشهد بيختم على إنه شاف البنت دي بنته إنه ممكن واضح إنه كان في المشهد بيقول إنه زوجته كانت حامل فبيكلمها في التليفون وبيقول لها إيه رأيك نختار اسمها حرة وهنا المخرج طبعا بيبين الاستشهاد هي حرة كل بنت سهيد حرة لأن انت السهيد بروحه هو اللي حرر لها الأرض هنفضل نرفع يعني مش هايزة أقول القبعة ولا نرفع التحية ولا نقول كل السلامات نقرأ الفتحة دايما على روح شهداءنا ترجمة نانسي قنقر